كارثي هو انهيار المنظومة الصحية في العراق بعد أن غرقت مؤسساته بالفساد والرشاوة التي طالت حتى القطاع الطبي وصار شرف الطبابة سلعة للبيع والشراء والتجارة بحياة المرضى سرقة الأدوات الطبية وتعطل القديمة منها لوحظ بشكل فعلي في مستشفيات محافظة بابل ولسيما الأجهزة المختصة بمرض الكلة فبات المرضى في خضم معاناة تهدد حياتهم من المشاكل في دائرة صحة بابل هي موضوع غسيل الكلة حقيقة كانت الشركة المتعاقدة لتوفير الغسلات إلى المرضى الشركة أجنبية وكان عقد وزاري ومتلك في توفير هذه المواد اليوم تم إلغاء عقد هذه الشركة وفي ظل حاجتهم الشديدة إلى غسل دوري لكلاهم يفاجأ المرضى بفسخ العقد بين وزارة الصحة وإحدى الشركات التي كانت متكفلة بتوفير أجهزة غسل الكلة ما أدخلهم في معاناة شديدة ما يقال بالأربعمائة مريض كلها مصابة عجز كلوي يعني المرض هذا جرثومة ما ترهم لك المريض اللي لا يخسل ما يرتاح زين نجي للغسل احنا هاي شوفت عينك هاي القاعة كلها كلها لازم أسرع تلفف أرسلها بالقاعة الرجال الوجبة ما يقارب ثلاثين واحد تلزم سالة ثلاثة من وراء ثلاثة يعني أنا هاي بيتش في الغاد من التشفين راح أبقى لسبعة بالليل عشر بالليل يالله أغسل مطالبات من المرضى للحكومة بإيجاد حل سريع وفوري لكن الطامة الكبرى كانت في افتقار وزارة الصحة إلى أجهزة صالحة للعمل حيث الأجهزة القديمة متعطلة ولا تفي بالغرض المطلوب مليون أنا أشتري مواد مواد ما أكو كل مواد أجي ما أكو أروح وين منها للحلة أروح أشتري مواد بـ 400 و 500 و 600 ثم الأربعة غسلات خمسة غسلات مواد ما أكو وين نروحنا لا عندنا راتب لا عندنا هذا شيء وين نروح الأجهزة كلها عطلة يعني أنا هسا نايم على الفراش من الساعة السبعة الصبح والساعة بفمعش واني بالوجبة الأولى زينة وبعد عود يشدوني وأغسل للمغرب هذا الحكي يعني مقبول صايرة تقبل لي الدولة المن حط وزارة الدولة المن حط وزارة ما يؤلم المرضى أكثر من وجع المرض أنهم في دولة تخصص لقطاع الصحة مبالغها إلى في كل ميزانية جديدة دون أن يجدوا في المستشفيات أدنى ما يلزم المريض ويحافظ على حياته فإلى متى وأبناء العراق يدفعون ثمن فساد سياسي دمر حاضرهم كما قتل مستقبل أبنائهم ترجمة نانسي قنقر